النقطة الأولى لا أريد أن أضع تقريراً كاملاً بين أيديكم لتقييم ما قامت به قناة القمر الفضائي فقد مر عقد كامل على تأسيسها القمر الفضائي اتخذ القرار بتأسيسها وبدأت الخطوات العملية الأولى لأجل أن نفعلها على أرض الواقع سنة 1435 للهجرة ونحن الآن في النصف الثاني من سنة 1445 للهجرة لقد مر عقد كامل على تأسيس قناة القمر وانقضت تسع سنوات على بثها الرسمي البث التجريبي ابتدأ في 11 جمادة ألف واربعمية ألف واربعمية ألف واربعمية ألف واربعمية وستة وثلاثين للهجرة ثلاثة وعشرين خمسة ألفين وخمسة عش ميلادي عقد كامل على تأسيس قناة القمر قد مر علينا وتسع سنوات مرت على بداية بثها الرسمي كثيرون منكم أخاطب الزهرائيين يسألون عن أخبار قناة القمر وأوضاعها لن أطيل الكلام أقول لكم قناة القمر مؤسسة ومنهج المؤسسة والمنهج قائمان عمليا بكم يا أيها الزهرائيون المؤسسة تحتاج إلى الإمكانات المادية ومن دون مشاركاتكم المادية لا تستطيع هذه المؤسسة أن تستمر في عملها ومنهج من دون متابعتكم واهتمامكم ومن دون سعيكم في خدمة إمام زمانكم إن كان ذلك في العالم الافتراضي أو في العالم الواقعي فلا يوجد هناك منهج متحقق بنحو عملي من دونكم مشاركتكم مشاركتكم المالية ضرورية وفوق الضرورية ونحن لا نطالبكم بالكثير القليل الدائم خير من الكثير المنقطع وكما تقول الأمثال والتجارب قطرة قطرة تمتلئ الجرة خلاصة الكلام كما قلت لكم قناة القمر مؤسسة ومنهج مؤسسة تحتاج إلى الأموال ومنهج يحتاج إلى التطبيق العملي وكل العنوانين أتحدث عن المؤسسة والمنهج يقومان بكم خلاصة الكلام قناة القمر الفضائية حققت ما كانت تريد أن تحققه ولا زالت تواصل العمل ليل ونهار مع ملاحظة قصورنا وتقصيرنا وقلة الإمكانات المالية وكثرة الموانع والعوائق التي يضعها من يضعها في طريق عملنا ترجمة نانسي قنقر